برحب بكم في فيديو جديد وطالما احنا هنكمل ديفينشي خلونا نراجع مع بعض اللي احنا خدناه في الكورس وكمان الفيديو هيكون لأي حد لسه جديد في الديفينشي يبدأ ان هو يفهم البرنامج بيكون ماشي ازاي علشان يقدر ان هو يكمل معنا ويتابع الدروس اللي فاتت علشان يعرف التفاصيل فيلا بنا نبدأ بتدور على مازيكا وساوند افكت تستخدمها وانتشغال في المونتاج خلينا اعرفك على موخه موشن المنت اللي من خلاله بتقدر انك تحمل تيمبلت لأفتال افكتس ادوبي بريمير ديفينشي ريزولف ابل موشن فاينال كات وكمان بتحمل مازيكا وساوند افكتس وصور وستوك فيديو وبيوفلك ملايين العناصر اللي بتقدر تحملها من خلال اشتراك سنوي مية تمامينة وتسعين دولار يعني في شهر تقريبا ستاشر دولار مع ترخيص استخدام كل عنصر فيه هتلاقوا كل الروابط تحت في الديسكريبشن يلا بنا نرجع الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم معاكم مصطفى مكرم برنامج ديفينشي ريزولف للناس اللي اول مرة تتابع معايا في فيديوهات هو برنامج مونتاج احترافي للناس البروفيشنال وفي نفس الوقت في منه نسخة مجانية كاملة بدون علامة مائية بس محتاج انك تفهم اكتر البرنامج بيشتغل ازاي لان هو مش مجرد برنامج هو مجموعة برامج اتدمجت مع بعض علشان تعمل لنا البرنامج ده فيلا بينا نروح على الديفينشي ريزولف اول ما بتفتح الديفينشي ريزولف بتظهر لك الشاشة دي الشاشة دي فيها المشاريع اللي انت اشتغلت عليها والناس اللي تابعت معايا الكورس حيلقوا اختلاف بين الاصدار اللي احنا شرحنا عليه وده اخر اصدار اللي هو 18 بلاقي في عندي ايكون جديدة اضافة زي النيتورك لو انت شغال على ملف على نيتورك انت والتيم بتاعك وهنا نفس الكلام هم منزلوا حاجة جديدة اسمها كلاود كالبريشن بحيث انك دلوقتي بتقدر انك تشتري ستور او عبارة عن هاردات من شركة بلاك ماجيك او انك بتشترك على دروب بوكس وبتبدأ انك تربط الحسابات دي بحيث يكون في مساحة تخزين تقدر انك ترفع عليها المشروع بتاعك بحيث لو احنا تيم مثلا واحد في مصر واحد في السعودية واحد في الامارات تقدر انكم تشتغلوا على نفس المشروع بسهولة بس مع وجود الهبات اللي هم عاملينها بيكون الموضوع اكيد اسرع فبنرجع تاني للوكل مثل هنا المشاريع اللي انا اشتغلت عليها قبل كده لو عايز اعمل مشروع جديد بروح على new project ببدأ اكتب اسم المشروع هنا وبقول له create او لو انا عندي مشروع قديم بقدر ان انا اروح على open لو هو مش ظاهر عندي هنا بس في الاغلب اي مشروع بتشتغل عليه على الكمبيوتر بتلاقيه موجود هنا كمان بلاقي فيه عندي هنا export مثلا مشروع زي ده انا حابب ان انا اعمله export علشان اشتغل على جهاز تاني فعلى طول هنا direct بروح على export وبعمل folder مثلا هنا واقول له export لما بروح للفولدر بتاعي بلاقيه على طول هو صدر لي الملف بتاعي وهنا نفس الكلام لو انت عايز تعمل import لملف زي اللي احنا صدرناه على طول بتبدأ انك تعمل open بالشكل ده طيب عايز افتح بقى المشروع بتاعي تعالوا نعمل مشروع جديد نسميه مصطفى مكرم وبعد كي بقول له create اول ما بيفتح البرنامج بيكون بالشكل اللي انتو شايفينه ده فيه تحت مجموعة من التابات هي مش تابات هي دي برامج كل تابة من دول بتديك برنامج مختلف اول حاجة هنا الميديا اللي من خلالها بقدر ان انا ارتب الميديا بتاعي اقدر ان انا اعمل import اللي انا حستخدمها يعني نقدر نقول ان التاب بتاعت الميديا دي منطقة تنظيم للملفات بتاعتي كل اللي انا هعمله click main واقول له مسلا ان لو انا عايز اعمل import لبي او لفولدر هنا عايز اعمل import لميديا مسلا بحددها بالشكل ده هنا بقى بيقولك انت عايز تغير في الاعدادات بتاعت البروشيكت اللي انت تشتغير عليه ولا لا لو انت عايزه ياخد نفس اعدادات الفيديو بتقول له change لو انت مش عايز بتقول له دونت تشينج. طيب اعدادات بقى البروشيكت بتاعي بعرفها منين. بروح على شكل التيرس اللي موجود تحت ده. وبضغط عليه بلايه هنا عندي فيه التايم لاين ريزيليوشن. باشتغل على فول اتش دي تقدر انك تغير الفورمات زي ما انت عايز. وهنا عندي بقى ايه الفريم ريت. وكل التفاصيل اللي انا بقدر ان انا اتحكم في البرنامج لها. في حاجة هنا مهمة اسمها color management. ان شاء الله هتكلم معنا في فيديو منفصل. هي دي الجزئية الخاصة بالميديو. بروح بقى على تاني تاب هنا الكات. يبقى انا دلوقتي نزلت الميديا بتاعتي في التابة بتاعت الميديا. هنا الكات لو انت عايز تقص هنا بس منطقة القص. اول ما بتنزل الفيديو على التايم لاين بيكون بالشكل ده. بتقدر انك تختار بين خيارين. يا اما تحرك التايم لاين نفسه بالشكل ده. او انك تختار التول دي. فبالتالي هتحرك البلايهيد بالشكل ده. والتايم لاين هيبقى سيبت. بس بصراحة التاب دي انا شايفها مش مهمة اوي. لانك انت هتروح على طول على ال ادد اللي فيها بقى كل التفاصيل اللي احنا عايزينها. فالتاب بتاعت الكات دي يعني انا شايفها مش مهمة اوي. فما تشغلوش بالكو بيها. هنا عندي فيه التاب بتاع ال ادد. هنا بقدر ان انا اعمل بقى المونتاج بتاعي كامل. بتقدر انك تفصل الصوت عن الصورة عن طريق تعمل اللينك ده. او علامة اللينك بتضغط عليها. فبالتالي بقدر ان انا احدد الصوت بالشكل ده. واقدر ان انا اهزفه او العكس. وكمان عن طريق شكل شايفين شكل الموز ده. تضغط عليه بالشكل ده. تقدر انك تقص مسلا اي جزء انت مش عايزه في الصورة. وعلى طول بروح على علامة السهم اللي اختصارها حرف الاي من الكيبورد. مسلا الجزء اللي في النص ده انا مش عايزه. بضغط عليه وبعمل دليت على طول من الكيبورد. بيبدأ ان هو يقصلك الفيديو بتاعك على الطايم لاين. في هنا علامة مغناطيس دي اللي هي السناب. اللي انا بقدر ان انا احرك فيديو بالشكل ده شايفين. لما بحركه وانا مش مفاعل السناب. بتلاقي الفيديوهات على طول جات فوق بعض. انما لما بشغل السناب. ببدأ ان انا احرك كده. على طول بيجي لك زي جايد او علامة. علشان تقولك ان دي حدود او ده الفيديو. الفارق بين الفيديوهات. هنا طبعا في منطقة او في البيج بتاعت ادد. هنا بقدر ان انا اعمل امبورد ميديا برضو عادي جدا. بالشكل ده بقدر ان انا اجيب فيديو. بقدر ان انا اسحبه على الطايم لاين. وبتقدر انك تخفي لو انت عايز تكبر الشاشة. مسلا هنا الميديا بقول انا مش عايز منها حاجة. بضغط عليها بالشكل ده. وهنا اللي انا بقدر ان انا اضفها على الفيديو بتاعي. بقدر ان انا اخفي البانل دي بكل سهولة. شايفين تضغط عليها بس كده. بالشكل ده. بتبدأ ان هي تظهر وتختفي علشان توسع لك مجال الرؤية. اي فيديو بقدر بتضغط عليها على الطايم لاين هنا. على طول بتظهر هنا في اعدادات الفيديو او الترانسفورم. انك بقدر انك تعمل زوم للفيديو. يعني مثلا بالشكل ده. بقدر ان انا اعمل زوم اصغر او اكبر او سكيل للفيديو. تقدر انك تحكم فيه البوزيشن في ال اكس والواي. بالشكل ده. وكمان فيه الروتيشن او فيه الزاوية بتاعت الفيديو. وخيارات بقى الستبلايزيشن واللينس كوريكشن والسبيد تقدر انك تحكم فيه السبيد الخاصة بالفيديو. اغلب كل ده شرحناه بالتفصيل في الكورس. وزي ما قلنا هنا ميكسر الصوت اي حاجة بتضغط عليها او اي بانل بتضغط عليها تقدر انك تظهرها وتخفيها. بنروح على التابة اللي بعدها وهي الفيوجن. الفيوجن ده لسه ما وصلنا لوش فيه الكورس. بس قريب هنبدأ فيه ان شاء الله. فكرة الفيوجن اللي هو برنامج بديل للافتر افكتس يعني بدل ما بتوعد تشتغل على ادوبي بريمير وبعد كده تروح تشتغل شغل الفيديوال افكتس على على افتر افكتس وبعد كده تروح تشتغل على ادوبي اوديشن تشتغل شغل الصوت والكلام ده كله فلاك ماجيك ده ما جيت بقى كل البرامج دي في التبايت. فاي تعديل انا بعمله هنا على طول بيزهر لي فيه الجزء الخاص به. الادد بيحس بانت وانت شغال الموضوع يكون بسهولة اكتر تقدر انك تروح وتعدل في البرنامج. فالفيوشن ان شاء الله هنبدأ فيه قرية بخليكو جاهزين. اللي احنا شغالين فيه بقى او اخر حاجة وصلنا لها في الكورس موضوع الكالر. احنا لسه شغالين في التاب بتاع الكالر. شرحنا فيها حاجات كثيرة ولسه برضو في شوية تفاصيل اكتر. هنا بقى البرنامج بيتعامل في الكالر مع حاجة اسمها النوت. يعني بدل ما بتتعامل مع لير بتتعامل مع ح النوت اللي بتكون بالشكل ده. فيه انواع للنوت ان شاء الله برضو هعمل لها فيديو لان احنا ما تكلمناش عن الكورسية دي او وعدين عليها بشكل سريع. فيه انواع من النوت كل نوع بلو استخدام ولو تأثير. هنا بقى بتلاقي هنا الكالر ويل بتاعك بتقدر انك تقلب في البانالز دي كل البانالز دي بتديك تحكم رهيب في الالوان. برنامج الديفنشي من اقوى البرامج اللي هي بتشتغل في الكالر. كوريكشن والكالر جريدينج وبتتعامل مع الرو فايل. افضل من اي برنامج تاني لان هو في الاساس كان برنامج تلوين. والبرنامج ده بيخدم كاميرات البلاك ماجيك وعلشان كده بتيجي لما بتيجي تشتري كاميرا بلاك ماجيك بيجي لك نسخة مدفوعة او نسخة اصلية زي اللي انا شغال عليها دلوقتي دي كانت جاية مع الكاميرا البلاك ماجيك. فهم مهتمين قوي ان هو يعمل لك سيستم يعالج التصوير بتاع الكاميرا بتاعته علشان يقدر ان هو يبيع الكاميرا بشكل افضل. وطبعا مش متوقف الموضوع ده بس على كاميرات البلاك ماجيك. كل السورس بتقدر انك تستخدمها جوا البلاك ماجيك ودي قوة من البرنامج. كل دي تاب بتقدر انك تقلب فيها علشان توصل لنتيجة قوية في تلوين على البلاك ماجيك. وفي اصدار ديفينشي ريزولف 18 نزلوا بعض الابديت الحلوة جدا في الكالر تاب زي الماجيك ماسك اللي انا شرحتها في الفيديو اللي فاته هتلاقوه على اللي تشانل. وللاسف مش موجودة الابديتز دي في النسخة المجانية هتلاقوها بس في النسخة المدفوعة. ده اللي انك شافته بعد ما عملت الفيديو. وغير الماجيك ماسك كمان موضوع الترايكينج بقى افضل من اي برنامج انا اشتغلت عليه. فكل دي التاب بتقدر انك تحكم في الكالر وتصبيت البروجيك بتاعك. نروح لتابة اللي بعدها اللي هي الفيل لايت بصراحة ما اشتغلتش عليها خالص. هي دي مفروض خاصة بالصوت. انك بقى تبدأ انك تحط الصوت بتاعك بقى وتحط عليه الافكت. استقدر انك تعمل توزيع للمزيكة على الفيديو زي ما انتم شايفين بيظهر لك الفيديو بالشكل ده. تقدر انك تحط ساوند افكت. انا بصراحة يعني ما اشتغلتش عليه خالص. بما اني بحاول ان انا اثبت فعليا على استخدام ديفينش ريزولف. خصوصا بعد ما جبت المايكرو بانل. فالموضوع بقى اسهل في التعامل اكتر. واخر تاب عندي وهي الدليفر اول اللي من خلالها بدلا انا اعمل اكسبورت للفيديو. اول ما بختارها على طول بيديك هنا كل الفورمات اللي انت محتاجها. بتلاقي بتاعت اليوتيوب هنا الفيميو لو انت هتصدر فيديو على تويتر دروب بوكس. هتبعته الفاينال كات. هتتبعته لأدوبي برمير. عاية تصدر اوديو بس. كل اللي انت هتختاره لنك بس هتختار بالشكل ده. وتختار هنا الفيديو او الاوديو. او انك عايز تطلع الفايل نفسه. وبعد كده بتقوله اد رندر كيو وبتبدأ انك تصدر الفيديو النهائي. دي كانت جولة سريعة جوه برنامج الديفينش ريزولف بحيث الناس اللي اول مرة تشوف فيديوهات للبرنامج بتقدر ان هي تتابع معي. او ممكن الفيديو دي يشجعك انك تبدأ انك تدخل في عالم الديفينش ريزولف. وبصراحة هو برنامج يستاهل. بس محتاج جهاز قوي علشان يديك الاداء الكويس. بس كده وصلنا لنهاية الفيديو. استمنوني ان شاء الله مع دلوس جديدة في ديفينش ريزولف. ومع برضو فيديوهات للجديد في ديفينش ريزولف. دي هتكون معا دي. وفي الختم سبحان الله وبحمدك. اشتاد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك. كان معاكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة.